رغم التحذيرات الدولية والإقليمية حول الأوضاع الإنسانية في ليبيا في ظل جائحة كورونا والمطالبة بوقف التدخلات الخارجية يستمر الغزو التركي عبر الطيران المصير باستهداف المدنيين وتدمير مقدرات الشعب واستهداف مقاومات الحياة الطيران التركي استهدف شاحنة محملة بالطيخ على طريق الشويرف ما أدى لتدميرها كما سبقتها غارة في ذات المنطقة استهدفت شاحنة أغنام لأحد التجار ما أدى لموت غالبيتها يأتي ذلك ضمن عديد من الاستهدفات للطيران التركي المصير في قصفه لعدد من المدن بالمنطقة الغربية وذلك باستهداف شاحنات تحمل سلع غذائية وصهريج وقود وإمدادات طبية وقائية ضد فيروس كورونا وصيارات إسعاف فيما يعترف الناطق باسم ميليشيا السراج المدعو جنون بالجرائم التي يقوم بها الطيران التركي من استهدفات للسلع الغذائية والوقود والإمدادات الطبية وغيرها ويتناولها في مؤتمراته بشكل استفز المواطنين المتضررين المركز الإعلامي للميليشيات التركية أو ما يسمى عملية بركان الغضب الإرهابية يزعم أن الغزال أتراك يستهدفون آليات عسكرية الجدير بالذكر أن منصات الدفاع الجوي أسقطت العشرات من الطائرات التركية المسيرة والتي أصبحت أهداف سهلة لها يأتي كل ذلك رغم استجابة القوات المسلحة لدعوات الهدنة الإنسانية وراعاة للمدنيين وحرمة شهر رمضان والأوضاع الإنسانية في المنطقة الغربية إلا أن الميليشيات تستمر في اختراق الهدنة وخلق حالة من الفوضى والعبث في البلاد تماشيا مع مطامع وأهداف الغزو التركية لقناة ليبيا الحدث بو بكر العقيل